قناة حلويات أم عبد المغيد تعود لكم بالجديد والمفيد وأكيد مجموعة ديها للوصفات الطبيعية المجربة ألف في المائة وصفة لزيادة الوزن وكذلك لزيادة العضلات ستنفعكم بزاف 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 اللي كنتو كتعاني ومن مشكلة دي الفقر الدم العاية التعب الإجهاد والإرهاق وكذلك كذلك كذلك إلا كنتو من ناس اللي تعاني ومين الناحافة وصفة مقوية للقلب نتمنى أنكم تعتمدوها لأن مكوناتها سهلة وبسطة وطبيعية 100% كنتمنى لكم فرجة ممتعة وندزوا مباشرة للمقادير وطريقة التحضير ما تنسوناش من جيم أو لايك لفيديو اللي تنتقسم معكم وما تنسوش أنا دائما 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 نحن معاكم يوميا عبر مجموعة ديال القنوات اللي أكيد كتقدم لكم مجموعة ديال الوصفات الطبيعية وكذلك الشيوات اليومية السهلة والبساطة وما تقولش عليكم ونبدأوا على باركتي الله بالنسبة لأول مكون اللي غتي نحتاجه هنا يا كيف كتشوفه معايا ومكون اللي تعرف منذ القدم أنه تينفع بالنسبة لفقر الدم وفي نفس الوقت تيزيد ماشي آآ ماشي العضلات ماشي شحمة إنما تيزيد العضلات خاصة 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 عند الناس اللي كتكون عندهم هاديك نحافة الشديدة وهنا كيف كتشوفوا معايا بالنسبة للمكون اديانا كيساعد كيف كونا على زيادة الوزن الغينة ديالو بالسعرات الحراري اللي كتكون كتيرة كذلك 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 الألياف الغيذائية اللي تتكون فيه كتقللنا نسبة الكوليستيرول للطار في الجسم الديانا وكتقلل كذلك الإصابة بأمراض القلب والجهاز ديال الدورة الدموية كذلك الغينة ديالو بالفيتامينات البروتينات كيساعد الجسم ديالنا بزاف 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 بشيكون واقف عدنا على الصح كيف ما تنقوله كذلك مكافح للالتهابات لسرطانات وتينفع بزاف تقوية الجهاز المناعي وكيساعد الكابيد على تعزيز الوظائف ديالها هذه من جهة كذلك كيساعدها لتخلية الجسم ديالنا من بعض المواد لتتكون ضارة ولربما كتسبب لنا بعض المرات التهابات لتتكون حادة قبل ما اطول لكم المكوين ديالنا هو العدس ايه اللي كيعمل كذلك على تنظيم العملية ديال هادم عكس بزاف ما يكيروج عند بزاف الناس انه تيقلل او لا تيكون عسر الهادم ايه عسر الهادم ولكن ما تيتشربش كيف ما تنقوله مع اشياء ما غديش ناكله منه كمية كثيرة وكذلك ما غديش ناخده منه كونتيتي اللي هي اكثيرة القياس اللي غد ينحتاجه هناك كيف ما كتشوفه معايا هو واحد مية وخمسة وعشرين جرام بالنسبة الناس اللي غدي يصابو كيمية كثيرة اما هي مية جرام مرها كافية بالنسبة للوصفة ديالنا اللي كنتو بغيتو تخلطو كل شي وديروها او لا تاخدو حاجة 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 من الحاجة كذلك حاجة اخرى اللي هي جد مهمة غدي نحتاجه مكوين اخر لكن بعدها بالنسبة المكوين الاول غدي نحتاجه منه معلقة صغيرة في حالة الى كنتو غدي تاخدو غدي تديرو غير بالمعالق يعني تخلو كل حاجة بحدي تعم غدي نحتاجه كذلك مكوين اخر اللي غدي ينفعنا ولي دائما دائما تنقولو بانه وتزيد طول ديال تستعملو في الوصفة ديال زيادة طول ديال الجسم كذلك بالنسبة الناس اللي عندهم مشكل ديال ضعف ديال الوزن اللي كيكون قليل كذلك بالنسبة المكوين الثاني كينفعنا في حرقة المعيدة وتنفع بالساف الناس اللي مراد بالسكري بحيث ان هذا الوصف ممكن يدروها حتى الناس اللي تعانيوا من مشكل ديال السكري وخشرتني واحد دقيقة اللي تعانيوا من مشكل ديال السكري وتيكون عندهم الوزن نازل غدي تسمحوا لي واحد دقيقة انتوما وغدي ارجع عندكم بسرعاتين نا والعودو احمدو ونعتذر عن هاد الازعاج لخارج عن الارادة اديانا ولكن كيف مزنقولو بعض مرات كنكونو شح وجلي تيجيو فجأة انو متنظوش نهائين انا من حدوم الفيديو كنبغي نتقسموهم معاكم بطابعتهم حيديها بطابعتهم وكذلك بعفويتهم كذلك بالنسبة المكوين ديالنا اللي هو الحلباك يحافظ على ضغط الدم بحاله بحال بوتاسم اللي هو عنصر هام للحفاظ على معدلات ضربات القلب والصيفرة كذلك كذلك على على دوق الدقات اللي كيكونو مرتفعين كي يتقدو بالاستعمال ديال هاد المكوين كذلك هنا غدي نحتاج منو ملعقة كبيرة او لا مع القلب اللي غدي يتكون عامرة غدي نحتاج المكوين الاخر اللي افغامو تنفع بالنسبة للعضم واللي تيطولو وكذلك تنفع بزاف 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 بالنسبة الناس اللي عندهم مشاكل ديال حضو هاد المشكل ديال الفتاة العظمية اللي كيكون قليل غني بسعورات الحرارية وكذلك عنده فائدة كبيرة لانه تغنينا نحسو بهذاك شعور بإمتلاع وكيقلل كذلك الجوع يعني ما غديش يحتاج نهائيا انا كيتااولا تتاكل بزاف المكوين ديالنا هو الحموس الحموس جدا رائع بالنسبة للناس اللي مصابين بحساسيات البليتان وكذلك او لا ما يسمى بحساسيات القمح بحيث انهم ممكن انهم يديروا هاد الوصفة كذلك بالنسبة الناس اللي قلت لكم تعانيوا من مشكل ديال قصر القامح مكوين اخر سنحتاج منه ملعقة صغيرة في حالتي اذا كنا سنحتاجه بالمعالق اما اذا كنا سنحتاجه بالعبار سنحتاجه 100 قرام 50 قرام 50 قرام 50 قرام سنحتاجه كذلك المكوين اخر اللي ممذكورش عنها او اللي ممصورينه اوش هنا واللي تهو جد رائع بالنسبة للجسم ديالنا وكذلك بالنسبة للتسميم مزيان بالنسبة للذاكرة كي قويها وتحيد هادك المشكل ديال النيسيان وكيقضي كذلك على النحافة الزائدة وهو عبارة على الحبات اللي كتكون طازجة واللي اكيد 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 تتستعمل اولا من بين فواكه اللي تتستعمل بسفي فصلي الصيف لكن هنا كيبقى الامر اختياري واش ممكن اننا بالنسبة للناس ديال السكري غادي يستغنى عليه المكوين ديالنا اللي هو الزبيب ما غاديش يديره المرأة ولما يسمى بالعناب الاسود ولكن هنا ما غاديش يستعملوه للناس اللي كانوا غاديديروه اللي كانوا كانوا يعانون من مشكلة السكري ما غاديش يستعملوه نهائيا هاد المكوين بالنسبة للمكوين ديالنا هو مصدر رئيسي لامداد الجسم بالطاقة النشاط والحيوية وكذلك ينشط لنا الخلايا ديال الدماغ كيحسنين ذاكرة كيف سبقه وتكلمت بشكل رهيب جدا جدا وكيحسنين كذلك عمليات الهدم بحيث عن المكونات الأولين لدينا شوية تقنين في الهدم هو تساعد على تحسين الهدم وكذلك ما تخليكمش نهائيا 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 كذلك يحصلين المزاج وكيقل التوتر والعصبية خاصة عند الناس اللي كانت تكون عندهم تقليقة في الدم ومعصبين ومعندهم ش صبر بالمرة ما تنسوش بأنه متين فانهتة في حالات ديال امساك بحيث أنه كيفما قلنا هذا الشي اللي غادي ناكله ما غاديش خلينا نهائيا ندير لنا القبض بالمرة غادي نحتاجون منه تغوام العاقة كبيرة اللي غادي تكون موخوضة ومرقدة قبل في الماء أولى في مظهر على حسب نتومة ولي بغيتوه كذلك حاجة أخرى اللي هي جيد 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 مهمة واللي غادي تنتاع بزاف ديال الناس أولى مكون آخر لكي يزيد بزاف المناطق ديال الجسم بشكل رهيب وانا شخصيا مجرباه وفعلا كتعطي نتيجة ملعقة كبيرة نخلط المكونات كاملة نضيف 25 جرام نخلط المكونات كاملة نخلط المكونات كاملة نقل الأمعاء من هذه المشكلة بكتيريا نخلط المكونات نضيف ملعقة كبيرة نشيرا كيف أوضحك نشاعر حسب أخذ التابعة الوصفة أخذ الوصفة لقد تخلط المشكلة أفضل أخذ نحن حلقة جزيلا انما بقى ليه الي نوداكم ونأمل لقاء بكم في حلقة اخرى شكرا خاصة على المتابعة و الى اللقاء